جرت مراسم انطلاق نعش راحل ينتلهي مرشال الجيش الشعبي الكوري المستشار العام لوزارة دفاعي لجمهورية كوريا دمقراطية الشعبية في قاعة الخامس والأشرين نيسان لثقافة قبل الظهر يوم الثاني والأشرين من أيار الحلي جاء القائد المحترم كيم جون أون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الطولة لجمهورية كوريا دمقراطية الشعبية إلى موقع الجنازة الوطنية شارك في المراسم أعضاء حية رياسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري تي ريونغ هي وطا يونغ وان وكيم دو كون وباك تونغ تون ولي بيونغ تل وأعضاء المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية وأعضاؤه المرشحون وأعضاء اللجنة الأسكرية المركزية للحزب والأعضاء القياديون لوزارة التفاعي وغيروهم من أعضاء لجنة الجنازة الوطنية وأفراد أثرة الراحل تم تنكيس الأعلام في قاعة الخامس والأشرين نيسان لثقافة حيث يكون نعش الراحل وكانت تنتصب الأعلام الأسكرية للقوات البرية والبحرية والجوية للجيش الشعب الكوري في موقع الجنازة وكان يكف أساكر حرس الشرف بالجانب نعش الراحل جرت مراسم انتلاقي نعش الراحل وسط طوي أنغام التأبين وقف الرفيق كيم جونغون رئيس لجنة الجنازة الوطنية تقيقة الصمت مع أعضاء لجنة الجنازة الوطنية تمجيدا للذكر الراحل لم يتمالك الرفيق كيم جونغون نصفه عن الألم الشديد بفقدان الثوري الصامد الذي كان رائدا ثوريا أكثر احتراما ورجلا مخضرما لجيشنا وحمل نعشاخ شخصيا ليتجه إلى المكبر وذلك مع أعضاء حية رياثة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري كان يستفف أساكر الجيش الشعب الكوري في الساحة قاعة الخامس والأشرين نيسان لثقافة وسط الحزن لتشهيء الراحل غطى أساكر وحرص الشرف بمهابة نعش الراحل بالألم الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الألم المجيد المقدس تعبيرا عن احترام جميع أساكر الجيش الشعب الكوري شيء لقائد المحترم كيم جونغون نعش الراحل وهو يوبر عن تعزيه الأميقة للراحل مرة أخرى مع جميع أساكر الجيش الشعب الكوري المحتشدين في الساحة انطلقت أربط الجنازة في الشارع تحت حراسة من جانب التراجات النارية وهي تمر بطبور الأعلام الأسكرية للجيش الشعب الكوري وحرس الشرف الذي يقدم تحية الأسكرية السامية للراحل وطع عديد من أساكر الجيش الشعب الكوري وسكان الأعصمة على جانب الطريق عربط الجنازة في غمرة الحزن من تشهيء الراحل الجندي الحقيقي الذي بدل الحزب والزعيم بقلب واحد طوال حياته مثل سلاح الثورة الصامدة الوطني النموذجي الذي بدل كل مرديه من أجل الوطن والشعب اشتركوا في القناة